المجلس القومي للمرأة هو بيت المرأة المصرية هو من شاركها في كل خطوة نجاح ودعمها في كل الأوقات هو من صار بخطوات ثابتة ومدروسة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتمكين كل سيدة مهد لها الطريق حتى تشرع في تحقيق أحلامها وتبني أسرة مستقرة كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة فلتتفضل سيدك فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس تفخر المرأة المصرية أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات من كسر حواجز زجاجية للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار وإطلاق استراتيجيات وسياسات وبرامج وإكرار التشريعات فكل عام وكل امرأة وفتاة مصرية عظيمة بخير تحلم دون حواجز تثق كل الثقة بأنها مدعومة بإرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو حق أصيل من حقوقها سيدة الرئيس من جبر جبر كل الشكر والتقدير إلى المدافع الأول عن المرأة المصرية الحضور الكريم نحن قوم نؤمن بأنه حتى وإن بدت السماء بعيدة فإن الذي فوق السماء قريب نحن قوم نؤمن بأن الأحلام لا تسقط بالتقادم وعند الله لا تموت الأمنيات وفي دفاعنا عن مصر فليعلم القاسي والداني إننا قوم لا نميل ولا نمل ولا نلين ولم نلين ويشهد التاريخ ويقيننا إن الله لن يخذلنا أبدا السيدات والسادة حقاقت مصر تقدم ملموثا في مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة عشرين ثلاثين في مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية حيث رصدنا تقدماً وثباتاً في تلاتة وتلاتين مؤشراً وتحدياً في تلات مؤشرات وخلال عام عشرين اتنين وعشرين وصل عدد مستفيدات المجلس القومي للمرأة إلى ما يزيد عن اتناشر مليون في المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى 104 ملايين معدل وصول عبر الحملات التوعوية وخلال سبعة أعوام نجحنا في تحقيق 48 مليون تواصل توعوي عبر طرق ما يزيد عن خمس ملايين باب الحضور الكريم تكتاح العالم الآن أزمة اقتصادية تلقي بتدعيتها على الجميع فجاء التركيز على التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة والتعليم الفني للفتاة وتعزيز سياسات دخول سوق العمل عبر التدريب والتنمية المهارات وإقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية وإعمالاً لمنهج الحق في التنمية نعمل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على معارض ومشاغل ووحدات إنتاجية ومجموعات إدخار وإكراد رقمية وتوفير أصول عينية وحاضنات أعمال كما نعمل على تعزيز فرص المرأة في التصنيع الذراعي والمشروعات البيئية الخضراء وفيما يتعلق بالتوعية يواصل المجلس جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوائر حكي لغرس القيم الانتماء للوطن في النشأ والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسرية ولأول مرة في مصر نتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث نعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية لحلفة التلي باسم المرأة المصرية السيدات والسادة في إطار الأليات الوطنية والتشريعية والتنفيذية ومصارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة انخفضت نسبة ختاني الإناث من 21% إلى 14% للفئة العمرية من 0 إلى 19% وللمرة الأولى في مصر أطلقنا البرنامج التدريبي المجاني المعتمد للصحة النفسية للمرأة وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي الأولي للسيدات وفي إطار القوانين والتشريعات نتطلع لقانون عمل داعم للمرأة يوفر بيئة عمل آمنة ومساندة وتغليد عقوبات الإداء البدني في إطار الأسرة وكلنا ثقة في صدور قانون أحوال شخصية متوازن يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على مكتسبات المرأة وينتصر للمصلحة الفضلة للطفل أمهات وبنات مصر عمرها ما هتقلق ولا هتخاف طول ما هي عارفة أن أبوها وأخوها هو رئيس الجمهورية الحضور الكريم دولياً فازت مصر بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة ونجحت في تخصيص محور رئيسي للمرأة ضمن الإطارة الاستراتيجية الجديد للشراقة مع الأمم المتحدة وتم إطلاق أيضاً أول مبادرة رئاسية تنفيذية في قمم المناخ للمرأة الإفريقية في إطار مؤتمر الدول الأطراب لقمة المناخ كوب 27 وبالشراقة مع الأمم المتحدة السيدات والسادة ولأن فتياتنا هن المستقبل أطلقنا الإطار الوطني للإستثمار في فتيات مصر برعاية حرم السيد رئيس الجمهورية من قلب الأمم المتحدة وسط إشكر وإشادات أممية كبيرة ونجحت مبادرة دوية نورة لرفع الوعي والتدريب والتمكين والحماية في الوصول إلى ما يزيد على 60 مليون مشاهد عبر الوسائط الإلكترونية و95 ألف مستفيد ومستفيدة في المحافظات سيدة الرئيس اسمح لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وإلى حكومته على الشراقات القوية والتنسيق والتعاون المثمر في ملف تمكين المرأة كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين ولا يفوتني شكر زميلاتي وزملائي عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة واللجان الفنية والأمانة العامة ومقررات وعضوات الفروعة والمتطوعات والمتطوعين ومنتدى الراحل الدكتور نبيل سمويل للمنظمات الأهلية والواعزات والراهبات والمقرسات والمدربات والمدربين والميسرات الماليات خالص الشكر والتقدير لكم جميعاً سيادة الرئيس أن تمكين المرأة والفتاة المصرية هو اختيار وقرار ومصير وهو حق وهذا عهدنا بكم عهد تحقيق لأحلام حدودها السماء كل الشكر والتقدير سيادة الرئيس وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر